دعت وزارة الصحة العامة والسكان إلى مساندة حملة التحصين ضد شالل الأطفال في مارس المقبل لتعزيز الوقاية لدى الأطفال وأكدت الوزارة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر هذا المرض الوبائي الفتاك والمعدي بعد عودة ظهوره مثمنة الدورة الإنسانية الذي يطلع به الكادر الصحي في القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والإسهام في التثقيف والتوعية الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي ترجمة نانسي قنقر